السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على مطابعين قناة وينتر جيمينج يارب بكونوا بخير فيديو النهاردة عرفك فيه ازاي تجيب الحيوان الاليف الخاص بك القط والكلب اول حاجة هتعملها هتدور في قائمة المهمات على مهمة باسم بت الحيوان اول ما تضغط على المهمة هيعمل تطبع وهيوديك تلقائي على شخصية الام بي سي اللي انت المفروض تكلمها في الريفن شلتر عشان تاخد الحيوان بتاعك هتتكلم مع شخصية الام بي سي اللي اسمها فوبي وهتبدأ تاخد منها المهمة بتاعتك فوبي هتطلب منك انك اول حاجة تتكلم مع الكلب وهتلعب معاه وبعدين هتطلب منك انك تضغط على المهمة عشان تبدأ تختار الحيوان الاساسي بتاعك سواء هيكون الكلب او القطة خلي بالك من نقطة انك هتاخد الكلب والقطة مع بعض بس لازم تختار فيهم الحيوان الاساسي بتاعك خليني اوضح لك نقطة مهمة مش هتفرق معاك ايه نوع الحيوان الاساسي اللي هتختاره لانك مش هتقدر تسحب معاك القطة في الاول برا البيت هتقدر تاخد معاك الكلب بس بس حاول انك تختار الحيوان الاساسي بتاعك القطة عشان فيما بعد تقدر تاخد معاك القطة برا البيت بدل لو انت لسه ما ظهرت لكش المهمة الخاصة بالحيوان الاليف اتأكد انك مخلص كل المهمات عندك في قائمة المشن وخليني اقولك ان هي مهمة خاصة بليفل خمسين زي مهمة تخاصص صانع الاسلحة بالزبط المهمتين دول هيفتحوا معاك عند ليفل خمسين لو ما لقيتش المهمتين دول عندك بلاش تتعب نفسك وتفضل تسأل على كل الجربات لان الحل بسيط جدا وسهل انت لازم تكون مخلص كل المهمات اللي ظهرها لك في قائمة المشن عشان تفتح معاك مهمة الكلب ومهمة صانع الاسلحة بالنسبة لان في ناس كتير كانت طلبت مني اني نزل فيديو اتكلم فيه عن الريتنج وشرح البروفيل باكمله انا نزلت الفيديو ده على القناة هسيب لكم اللينك بتاعه في الوايو اتمنى تشوفوا الفيديو وتعرفوني رأيكم فيه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ومتابع للقناة وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد شخصية فوبي خلتك تختار ما بين 3 قطط وهتخليك برضو تختار ما بين 3 كلاب نصيحة مني بلاش تاخد الكلب الابيض لانه شكل وحش جدا انا جربته في الناس خاصينية ومنصحكش به نهائي بعد ما تختار الحيوانات الخاصة بيك الكلب والقطة هيطلب منك انك ترجع على المنهط بتاعك عشان تحط البيت الخاص بالحيوان الاليف اللي انت خدته من المهمة وبعد ما تحط البيت هيطلب منك انك تختار الحيوان اللي هيعيش في البيت ده مش عايزك تشيل هم انك هتاخد كلب وقطة وفي الاخر هتاخد بيت واحد بس لانك هتقدر تشتري البيت التاني ب5000 عملة فضية من السوق الخاص بعملات الحيوانات اللي بالفعل تفتح معاك اول ما خلص المهمة طبعا زي ما شفت انت تقدر تشتري اكتر من كلب او اكتر من قطة لانك عندك انواع كتير من القطة وانواع كتير من الكلاب بتتباع بالعملة الخاصة بالحيوانات طيب خليني عرفك ازاي بتجيب العملة دي الطريقة الوحيدة عشان تجيب العملة دي هي انك تأكل الحيوانات بتاعتك وتهتم بيهم وتلعبهم لان دايما كل ما مستوى الحيوان بتاعك هيزيد هتاخد معاه عملات اكتر فحاول دايما تهتم بالحيوانات اللي عندك في البيت وتأكلهم دايما توصل مستوى الاكل عندهم لمية وتلعب معاهم دايما طبعا في عروض نزلة دلوقتي على الكلاب اللي بتتباع بعملات الشحن لان المهمة لسها فتحة معاكم في السيرفر هتلاقي عندكم نزلة عروضة على انواع الحيوانات اللي بتتباع بعملات الشحن تقدر برضو انك تشتري الاكل الخاص بالكلب بتاعك او القطة بالعملات الفضية او العملات الخاصة بالحيوانات لو انت حاطت في اهتمامك انك تجمع عملات عشان تشتري كلب او تشتري قطة فنصيحة مني حاول تشتري الاكل بتاعهم بالعملات الفضية لو هتشتري الخمس وجبات الخاصة بالكلب بتاعك والخمس وجبات الخاصين بالقطة هيكلفوك في اليوم الف عملة فضية وده طبعا شيء يرجع لك الحيوان الأليف بتاعك مجرد منظر مش هيفيدك في أي حاجة إطلاقا أنت ممكن تستعمله ببعض الأحيان زي الشنطة بتاعتك فإنك تشيل معي بعض الموارد أو الأسلاحة بتاعتك بس خلينا أوضح لك أن الخاصية دي هتفتح معاك لما ترفع لفل الحيوان الأليف بتاعك بمعنى أصح أن الحيوان الأليف بتاعك مش هيفيدك في أي حاجة لأنه مجرد منظر عندك في البيت وبس ومنظر معاك وإنت خارج من البيت تقدر أنك تفتح لسوق الخاص بعملة الحيوان الأليف وتكتشف بنفسك إيه اللي هتقدر تشتريه من ناحية أشكال البيوت وأشكال الحيوانات الأليفة وبكده أكون خلصت معاكم فيديو النهاردة أتمنى أكون أفدتكم وما طولتش عليكم قبل منه الفيديو حابب أقولكم على الجيفاوي اللي أنا عامله الفترة دي أنا عامل جيفاوي على جلد وعملات شحن لأكتر شخصين هيعملولي فوت على المنور بتاعي الجيفاوي هيفضل شغال لحد نهاية الحدثة الخاص بتصميم البيت أكتر اتنين هيكونوا عاملولي تصويت خلال المدة دي هيكسبوا معايا جلد وعملات شحن اللي هي الارسي معاكم وينتر قائد كامبستار سيرفر 3001 هسيب لكم الكود الخاص بالمنور بتاعي في الباية استنوني في الفيديوهات الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى